بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكلمنا في الدرس السابق عن إلقاء قطعة عملة ثلاث مرات أو ثلاث قطع عملة معدنية وإيجاد التوزيع الاحتمالي لعدد مرات ظهور الصور على الأوجه الثلاثة لم نستكمل المثال تبقى لنا خصائص التوزيع المتمثلة في الوسط الحسابي والتباين كانت نتائج التجربة العشوائية عندي هي صفر أي عدم ظهور صورة واحد ظهور صورة واحدة اثنين ظهور صورتين ثلاثة ظهور ثلاث صور والاحتمالات المقابلة كانت واحد على تمانية ثلاثة على تمانية ثلاثة على تمانية واحد على تمانية وقلنا أن مجموعة الاحتمالات من خصائص الاحتمال المهمة أن يكون مساويا للواحد الصحيح لإيجاد الوسط الحسابي سنأخذ كل قيمة من قيم المتغير X ونقوم بضربها في الاحتمال المرافق لها اللي هو probability of X فنحصل على صف جديد سيكون عندي في X في probability of X 0 مضروبة في 1 على 8 الناتج 0 1 في 3 على 8 بتساوي 3 على 8 2 في 3 على 8 6 على 8 3 في 1 على 8 3 على 8 نقدر ناخد المجموع مجموع هذا الصف اللي حيعبر عن مجموع X في احتمال X المجموع كان بيساوي 12 على 8 يساوي 12 على 8 أي بيساوي 1.5 وهذه هي قيمة الوسط الحسابي أو ما يطلق عليه ميو تنطق ميو الميو عبارة عن الـ expected value القيمة المتوقعة للX summation X في probability of X بتساوي 1 ونص لإيجاد التباين زي ما قلنا قبل كده بناخذ كل قيمة من قيم المتغير X نقوم بضربها في الصف الثالث هنا X في probability of X نحصل على صف رابع جديد هو X تربيع في probability of X الأول في السالس أول قيمة عندي من قيم المتغير الأول هي صفر في صفر الناتج سيكون صفر الناتج سيكون صفر ثاني قيمة 1 في 3 على 8 الناتج 3 على 8 2 في 6 على 8 الناتج 12 على 8 3 في 3 على 8 الناتج 9 على 8 لو ناخد المجموع دلوقتي هناخد 3 و 12 15 و 9 24 على 8 هذا المجموع يمثل مجموع X تربيع في probability of X اللي كان عندي بيساوي 24 على 8 هي بيساوي 3 ما ننساش إن التباين عشان نوجده لابد دول نأخذ مجموع الـ X تربيع BX اللي احنا جيبناه من شوية 3 بس أنقص منه مربع المتوسط أو الميو تربيع فحنقول 3 أو 24 على 8 ناقص 1 ونص تربيع يعني ناقص 2 وربع الناتج يكون 75 من 100 أو 0.75 الانحراف هذا هو التباين وينطق سجما تربيع الانحراف المعياري سجما بيكون عبارة عن جزر التباين أي كل اللي علينا إن احنا نعمله إني أخذ جزر 75 من 100 فنحصل على الانحراف المعياري اللي حيكون عبارة عن 0.87 مثال إذا كان التوزيع الاحتمالي المنفصل لمتغير X هو كالتالي المتغير X يأخذ القيم واحد اثنين ثلاثة أربعة لاحظ أننا لاذلنا في المتغيرات العشوائية المنفصلة وتوزعتها الاحتمالية الاحتمال لكل قيمة من قيم X كان الاحتمال الأول المقابل للقيمة واحد عبارة عن K الاحتمال الثاني المقابل للقيمة 2 عبارة عن 0.2 احتمال ظهور الثلاثة هيساوي 0.6 احتمال ظهور الأربعة يساوي 0.1 لو نلاحظ مع بعض أن هناك قيمة مجهولة هي الكي نشوف هو طالب مني بيقول لي وجد القيمة المفقودة في جدول التوزيع الاحتمالي طبعا كل أولادنا وأحبابنا اللي جلسين يستمعوا للدرس دلوقتي هيقولولي ما هو مجموعة احتمالات الـ X أو مجموعة الـ BX لازم يكون بيساوي الواحد إذن أقدر أجمع القيم الموجودة واجيب منها المجهول 1 من 10 أو 6 من 10 7 من 10 و2 من 10 المجموع يكون 9 من 10 إذن المتبقي على الواحد هو قيمة الكي اللي هتكون 1 من 10 المطلوب الثاني عبارة عن حساب متوسط وتباين التوزيع وده اللي بنوضحه من خلال الشريحة التالية بيقول لي في ألف حيث أن مجموعة الاحتمالات لابد أن يساوي الواحد لذا مجموعة الاحتمالات يساوي الواحد جمعنا الاحتمالات تلعت بتسعة من عشرة زائد الكي تساوي الواحد نقلنا التسعة من عشرة من ناحية اليسار إلى اليمين فعكسنا الإشارة وغيرنا الإشارة أصبحت سالبة واحد ماس تسعة من عشرة يساوي واحد من عشرة وهذه هي القيمة المجهولة نضع القيمة المجهولة مكان الكي اللي هي واحد من عشرة لإيجاد المتوسط والتباين كل ولادي عارفين أني حيخذ الصفة الأول كثيرة من عشرة تضربه foX أحصل على hac conferي القيمة الأولى واحد في واحد من عشرة بواحد من عشرة اتنين في اتنين من عشرة تساوي أربعة تلاته في ستة بتساوي واحد وثمانية أربعة في واحد تساوي أربعة من عشرة ثم في stuck أقوم بكى المجموعة في النهاية أجدو إيجاد اتنين وسبعة من عشرة هذا مجموعة المجموعة سممشن او Multi X في probability of X إذن المتوسط أو الميو يساوي 2.7 من 10 لإيجاد التباين قلنا بنأخذ كل قيمة في الصف الأول نضربها في القيمة المقابلة لها في الصف الثالث لإيجاد X تربيع في probability of X 1 في 1 من 10 1 من 10 2 في 4 8 من 10 3 في 1 و 8 من 10 5 و 4 من 10 4 في 1 و 6 4 في 4 من 10 بتساوي 1 و 6 من 10 كلنا يعلم أن هذه أو عمليات الضرب هذه بتتم عن طريق الآلة الحزبة بكل سهولة أقدر أجمع القيم اللي حصلت عليها في هذا الصف فنجد هذه القيم 7 و 9 من 10 هذه القيم عبارة عن مجموعة X تربيع في احتمال X أخذ هذه القيمة مجموعة X تربيع في احتمال X أطرح منها مربع المتوسط الميو تربيع اللي حصلت عليه هنا فنجد أن القيمة 7 و 9 من 10 ناقص 27 و 29 من 100 إذن التباين 0.61 إذا أردنا الحصول على الانحراف المعياري ما علي إلا أني أضع 0.61 هذه تحت الجزر فأحصل على الانحراف المعياري اختار الإجابة الصحيحة تمرين على أولادي النوم يحلوا بنفس الطريقة اللي حلينا بيها التمرين السابق اوجد القيمة المفقودة في جدول التوزيع الاحتمالي LK هنا طبعا كل اللي حنعمله إن احنا هنجمع القيم الموجودة ونترحها من الواحد لإيجاد LK الوسط الحسابي للتوزيع السابق حكون صف جديد زي ما تعودنا X في probability of X